مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية مشكلة جديدة ظهرت في الواتساب أنه تجد تسجد دخول راح يظهر طلبك غير مرغوب قبل ما أبدي شرح هذه المشكلة لا تنسوا تدعموا بقناتي برلين بعيون عربية باشتراكوا لايك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شديد من عندي الجديد على قناتي قناتي اسمها برلين بعيون عربية مختصة بالتطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل آيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل بالبداية إحدى المتابعات جيت تدخل على حسابها الهاتف جديد ظهر عندها الطلب غير مرغوب جيت تدخل مرة ثانية شافت كأنه الحساب متهكر أيضا المتابعة دخلت مرة ثالثة حذفة التطبيق رجعت شافت أسماء كثيرة كأن دخلت على الحساب مالتها وكأنه في شخص تأزلها رسالة كلمة يس حاولت أن أقرأ عن هذا الموضوع أو حتى أشوف أحد كاتب عنه أو حتى تواصلت ويدعم ما فيه أي رد الصراحة أنا توقعي كالآتي أنه البيانات اللي انسرقت من تطبيق واتساب لبيانات المتابعين النشرت وفيه أشخاص أخذوها وقاموا يدخلون عليها فالرجاء الرجاء مرة ثانية اللي صارت عنده هذه المشكلة أول شي هذا حل جديد يعني ما فيه أي حل إلا أنه تتواصل ويدعم على تطبيق الواتساب راح تروح على الأجهزة المرتبطة طبعا هذه المتابعة دخلت هنا ما فيه أي جهاز لكن الشخص كاتب لها ما فيه أي جهاز داخل عدها فأنت اللي تعمله راح تدخل هنا ما موجود أي جهاز راح تنزل على المساعدة ورح تصل بنا ورح تكتب رسالة ورح ترسلها هنا فقط تكتب رسالة أنه حسابك تتوقع أنه متهكر تمام؟ ورح ترسلها للدعم غير هذا الحل حاليا ما موجود ودائما انتبهوا لا ترسلون أي صور لا بالواتساب حاليا ولا بالتليجرام الحسابات تتتهكر كثير لعدة أسباب الروابط اللي راح توصلكم حتى بالإيميل ممكن بيها فيروسات وخصوصا بالأندرويد فيروسات راح تتهكر الحساب وتتتهكر الصور مرة ثانية ومرة أخيرة احذروا دانا كل ما تعطي جهازك لأي شخص أو تودي المصلح دائما دخلوا على التطبيقات مالتكم وتأكدوا أنه ما فيه جهاز ثاني داخل وياكم ودايفتح الحساب مالتكم من جهازه هذا الحبيت أقولكم يا حاليا ما فيه أي حل لهذه المشكلة غير التواصل ويا الدعم وإذا صارت هاي المشكلة مرة ثانية وكثير دخلوا عليه على الدعم راح يشك أنه فيه خطأ عنده ورح يحلل هذه المشكلة ممكن ينزل تحديث وممكن يغير بعض الإعدادات عنده أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته لا تنسون دعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك ولايك وتفعليون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاضر شكرا لكم مع ألف سلامة